معانا مهلبية البلح عايزين لتر لبن خليب كباية بلح رطب او طمر منزوع النوى نص كباية سكر نص كباية جسد الهند معلقتين كبار مليانين نشا تلت معلقة صغيرة حبهان مطحون معلقة صغيرة قرفة وللتزيين محتاجين مكسرات هنا كده انا معايا اللبن خليب هبدأ احطوا على النار في الحلة بسم الله كده هاخد شوية من اللبن ده هسده كده يغلي معايا هاخد شوية من اللبن الحليب هبدأ احطوهم عندي فيه كده اهو ده احطوهم في الخلاط وهاخد البلح معايا البلح المتفسص اروح حطا كده في الخلاط معايا وهبدأ واخد كمان السكر طبعا نروح ان احنا البلح بيبقى مسكر ما نسكرش كتير يعني مثلا لكل كوباية لبن نحط لها معلقة واحدة سكر على حسب الرغبة ممكن نقلم ممكن نعمله من غير سكر ونكتفي بالحلاوة بتاعة البلح كده الشكل ده هنا كده اللبن شايفين اللبن بيغلي معانا هعمل ايه اهو هاخد عليه اللبن بالبلح اللي انا حطيته اهو بالشكل ده كده اهو هسيبه برضو يغلي معاه وهبدأ اعمل ايه هاخد شوية مية صغيرين كده احط فيهم النشا اللي انا هربط به طبعا لازم تكون مية بردة ممكن مية ممكن حليب مفيش اي مشكلة اذي كده النشا هبدأ نضربه احسن حاجة برضو في الخلاط علشان نضمن ان النشا ده بكويس مشكلة هنا بقى معايا البلح بيه اللبن كده على النار اللبن الحليب مع البلح واللبن اللي احنا خلطناهم مع بعض نقلبهم كويس جدا مع بعض لحدت لما يبدأوا يغلوا تاني عايز اشوف بس هنا كده القرانب اهو تمام شغلنا هنا عندي ادي المهلبية كده اهو هتبدأ اول ما هتيجي تغلي معايا هبدأ اضف لها النشا اللي انا عملته بالشكل ده كده اهو اول ما هتغلي هندفعلي هنلاقيها خفيفة يعني ما تبقاش ضايق قوام المهلبية العادي تبقى خفش شوية لانها لما بتبرد عشان فيها البلح والبلح تقيل او كسفته عالية فهتجمد اوي فاحنا عشان ما تجمدش اوي لازم نخلي قوامها يبقى خفيف شوية اهو بالشكل ده معانا كده سيبقى كده تغلي اخط بس المهلبية في الاخر بقى بنحط رشة حبهان مطحون انا اسفة دي كان مفروض اخطها مع اللبن تغلي معاه رشة قرفة بسيطة تديني ريحة في منتهى الجمال لمهلبية البلح انا شايفين كده ايهو طبق بتاع القرانب ايه كده هي الحبهان بس كان مفروض جيغلي الاول ياخد له غلوة مع اللبن عشان ينزل الطعم بتاعه او الريحة الجميلة بتاعت الهيل او الحبهان هنا كده عندنا كاسات بتاعة المهلبية بسم الله بالشكل ده هزي كاسة المهلبية طبعا المهلبية دي جميلة جدا جدا او في الشتن الاولاد ساعة الدراسة كده نعملها لهم طب حاجة مغزية جدا ومفيدة جدا جدا تغزي جسمهم بالحديد وبالمعادن كمان اللي احنا قلنا عليها الزينك والكالسيم والحاجات دي تبقى مفيدة جدا وطبعا لما بتبرد بنحط عليها جوزة الهند وزبيب وبندق لوز اللي موجود عندنا بالزبط بنحطه اي مكسرات موجودة عندنا لو ما فيش مكسرات هي كفاءة يعني ايدي كده بالشكل ده اه بالشكل ده حاضر هجيب بقى الفطيرة اللي في الفورن على طول